نحن لا نهلك الحياة نحن ننقذ الحياة تعرفوا كل مؤمن هو مثل طبيب الطبيب بغض النظر حتى لو عدوه بحاول ينقذه إلى آخر لحظة مش بتوخد الحياة نحن ننقذ الحياة الناس غلطاني مش فهماني بدينك أعلم اشرح بالموعزة الحسنة مش بالقتل بعدين شو استفدت انك انت قتلت طبعا انت رح تثير ناس تانية ورح تكثر من الكراهية من جماعات أخرى أنا بتمنى انه الأمر يعني ينتهي وانه فعلا محبت المسيح تشفي كل هذه الأمور بس شو تحقق من هذا الموضوع وشو الاشي اللي بيتحقق بتهديد الدول والمقاطعات وكل هذه الأمور اندل على شي فعلا متل ما قال وقت الاتحاد السوفيتي انه الدين أفيون الشعوب لما الدين بيخدر الإنسان وبيخدر عقل الإنسان قراراته كلها بيعدش يتحكم فيها لكن الإنسان مدعو انه يمتلئ من محبة الله من سلام الله من فرح الله مدعو ان يكون مغمور في حضور الله نهتم بعضنا البعض ونساند بعضنا البعض الجعان انطعميه المريض نشفيه السجين نزوره المعزب انعزيه المقيد نحاول نفكل القيود نحاول نخفف الآلام كل واحد فينا مسؤول في هذا العالم نخفف الآلام الدنيا كلها مضروبة وشايفين الكورونا وشايفين الأمراض والأوبئة بدل ما انه كلنا نحط ايد بايد ونساعد بعض ونسنت بعض ونحب بعض ونبني بعض وفعلا انه كلها حب ربك واخدم بلدك يعني خليك مواطن صالح في كل معنى الكلمة هذا اللي احنا بنؤمن فيه كمسيحيين